الله الرحمن الرحيم هذه الجلسة هي حول الأصل الثالث الذي قلنا أن الأصل في الكلمة أن تكتب مستقلة بذاتها هناك بعض الكلمات لا تكتب مستقلة بذاتها وإنما ارتبطة بكلمة قبلها أو بكلمة بعدها ولو تتذكرون معنا في أقسام الكلمة قلنا هناك ثلاثة أقسام للكلمة قسم الاسم وقسم الفعل وقسم الحرف طبعا سيظهر معنا قضية الالتصاق هذه في الحرف وفي الاسم من حيث الاسم هناك ضمائر تعرفونها جميعا اسمها الضمائر المتصلة وهي سميت بهذا لأنها تتصل بالكلمة هذه الضمائر يقابلها ضمائر منفصلة لأنها تكتب مستقلة مثل هو وهي وإياك وإياهم وما أشبه فهي تكتب مستقلة على حين قل تو كما في المثال الذي بين أيدينا الآن التا لا تكتب مستقلة بذاتها وأنها ترتبط بالكلمة التي قبلها ومثل له له الها متصلة بحرف الجر إنه الها متصلة بحرف إن صديقي اليا متصلة بكلمة صديق طبعا هذه كلها ضمائر والضمائر كما تعلمون هي في قائمة الأسماء القسم الثالي من الكلمة هو الحروف حروف المعاني وتركيبة حروف المعاني كما تعلمون كما أشر أحد المعلقين أشكره بالمناسبة وأشكر أيضا الأستاذ أحمد الجنيد الذي يلخص هذه الجلسات ويخرجها بشكل رائق ورائع جدا قلت إن أحد المعلقين ذكر عن أن حروف المعاني قد تكون مركبة من حرف مبنى واحد أو تكون مركبة من حرفين أو تكون مركبة من ثلاثة أو من أربعة الذي يعنينا هو حروف المعاني التي تركيبتها عبارة عن حرف واحد مثل السين مثل السين بعكس سوفا طبعا السين وسوف تعلمون أنها تفيد معنى الاستقبال لكن عندما أقول سأكتب سأكتب أنا أحتاج أن أربط هذه السين بالكلمة التي بعدها لأن السين في الكتابة لا يصح أن تكتب مستقلة بذاتها مثلها مثلها الفاء العاطفة مثلها الكاف الجارة المهم عموم حروف المعنى التي تصلح للارتباط وهي مبنية على حرف واحد ترتبط طبعا الواو لا ترتبط تكتب مستقلة سواء كانت هذه الواو للعطف أو كانت لشيء آخر من الأشياء التي أيضا ترتبط ال مع أنها مركبة من حرفين من حرفين من حروف المباني فهي ترتبط بالكلمة أو بالاسم الذي يتلوها ولا تكتب منفصلة طبعا هذا يختلف عن في وعن من وعن عن مع أن كل هذه الحروف هي مركبة مبنى من حرفين إلا أنها تكتب مستقلة بذاتها أما ال فتكتب مرتبط وهذه المسائل أتوقع أنها من اليسر بمكان ومن النادر أن يقع فيها الخطأ لكنني أذكرها من باب استكمال يعني ملابسات هذا الموضوع الأشياء أيضا أو من الأمور التي تكتب بشكل متصل بعض المركبات اللي نسميها المركب المسجي المركب المسجي هو عبارة عن كلمتين واتصلت معا وتم التعامل معهما على أنهما كلمة واحدة مثل بعلبك ومثل حضر موت ومثل معدي كرب وما أشبه أيضا الظروف المتلوة بإذ المنونة طبعا لماذا لم أقف عند كلمة إذ لماذا لم أقل الظروف المتلوة بإذ وأسكت لأن نشترط أن تكون إذ هذه منونة وقتئذ مثل هذه اللي ترونها وقتئذ حينئذ هذا التنوين هذا التنوين يسمونه تنوين العوض يعني هو عوض عن الجملة المحذوفة فأصل الجملة مثلا حضرت حينئذ حضر أخوك مثلا ولكن لو سكت ربما تقول لي حضر أخي فأقول حضرت حينئذ حضرت حينئذ طبعا الوقف عليها تقف بدون تنوين إذا أردت أن تقف تقول حينئذ فإذا لم يأتي بعد إذ الجملة وكانت إذ هذه منونة فإنك تصيلها ولا تصيلها وهذه ممكن ممكن في مثل هذه الحالة قد يقع الخطأ لكن الحالات السابقة لا أظن أن الخطأ يقع فيها أيضا من الأشياء التي توصل كي إذا جاء بعد ما كي ما تكتب بهذه الصورة ولا إذا سبقت بين الشرطية إلا طبعا نفس الفكرة التي قلناها في الجلسة الماضية هي قضية إضغام إضغمت وحذفت أنه صارت حرفا واحدا وكذلك ما يتعلق بأن المصدر يسرني ألا تغيب وما أشبهها وعما وهذه ذكرناها في الجلسة الماضية على أنها من حذف الحروف والأصل أنها موجودة ونذكرها هنا أيضا على يعني من زاوية أخرى وهي زاوية الاتصال ممن وعم وعم ومما وعم وحتى ما وعلام وأتلاحظون معي الآن أنه مال استفهامية هذه نسميها مال استفهامية اللي فيها استفهام حذفت منها الألف اللي بعدها وهذا يحصل عندما يدخل عليها حرف من حروف الجر يحصل عندما يدخل عليها حرف من حروف الجر لكن لو لم تكن هذه الماء استفهامية فتبقى الألف وإن كانت استفهامية ولم تسبق بحرف جر فتبقى الألف أيضا لأنه لها أكثر من استعمال في اللغة العربية ممكن تكون ماء استفهامية ممكن تكون ماء موصولة يمكن أن تكون ماء مصدرية يمكن أن تكون ماء نافية لكن إذا فهمت منها السؤال معنة هي استفهامية علشان ما أطول عليكم في تفاصيلها فهمت منها الاستفهام فهمت منها السؤال فهي الاستفهامية وتنتبه للحرف الذي قبلها فإن كان من حروف الجر تحذف الألف وتلاحظ معايا أنه يعني مما عملت طبعا لأنه ما هو سؤال ارتحت مما عملت يعني من الذي عملت هذه ما موصولة أيضا في اتصالها بحين حينما ريتما طالما قلما كأنما ربما كيفما بينما كلها تكتب تكتب على هذا النحو الذي ترونه تكتب على هذا النحو تكتب على هذا النحو